نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة سهاج زيارة لطلاب الجامعة للتعرف على إنجازات المشروع القومي حياة كريمة بقرى ومراكز المبادرة وشهدت زيارة تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية تفلاق والذي تم تنفيذه بالكامل فضلا عن زيارة مركز طب الأسرة بالقرية حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 65% وأوضحت المؤسسة للطلاب المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمركز وهمية تلك المشروعات بالنسبة لقرى الريف المختلفة والتي تعتبر نقلة في حيات أهالي محافظة سهاج في كل قطاعات